طبعاً يا بعد الضبح الأضحية أول شيء نصح المواطن الجزائري على أنه ينظف مكان الضبح هذا أول شيء حتى نحافظ على الصحة العمومية لأنها سابقة على كل شيء ثاني شيء أنه من خلال هذه الأضحية نتفقدها أول شيء أننا نتفقد الأحشاء إذا من قيناش كيس مائي أو أكياس أخرى أو تقرحات على مستوى الكبير أو الرية أو شيء من هذا القبيل فإذا وجدنا كيس فبطبيعة الحال ننزيل هذا الكيس بدون أن ينفقع بدون أن يترتق ويسير على كامل الأضحية فننضعه في حفرة عميقة وندفلوا إذا استطعنا أن نضعه قليل من الجير فمن ذلك أحسن حتى ليتسنى لكلب أكرمكم الله أنه يلتقطه وبعدين يكون هناك دورة أخرى للبويضات وشيء من هذا فهذا من واجب المواطن الجزائري ما يفعله بعد ذبح الأضحية مباشرة بعد ساعتين أو ثلاث من ذبح الأضحية وجب على المواطن الجزائري أن يضع مباشرة هذه الأضحية داخل التلاجة لأنه تعرض لأشيعة الشبس طبعا سيؤدي إلى تلف هذه الأضحية بيكروبيا وسيؤدي إلى خضيرها رهار فمن هذا الباب نصحه أن يضعها مباشرة بعد ساعتين أقصى تقديرها في التلاجة حتى لا نوقع في مشاكل خضيرها اللحوم التي تكلمنا عنها منذ أكثر من سنتين أو ثلاث هذه بصفة عامة فيما يخص فقط الجلود نصح بوضع قليم للمحة حاليها ما يقارب اثنين كيلو ملحة أو شيء هكذا حتى يتسنى لأعوان البلدية التقاطها ووضح بين أيدي وزارة الصناعة لتدخل في عملية ذبح الجلود هذه بصفة عامة ما نتكلم عنه بعد ذبح الأضحية إذا وجد المواطن الجزائري أنه لون اللحم ولون متغير قليلا لون أحمر كثير أو لون أزرق أو لون أخضر فأظن بعض الأحشاء والعظم العظم الأعضاء أنسع الخروف وفي حالة أشك فيها فالطبيب البيطري موجود سواء على كالعيادات الخاصة أو المناوبة البيطرية على مستوى مديرية المصالح الفلاحية وليتصل بأقربهم أو يتصل بموقع هواتف الجمعية موجودة الهواتف تانا هواتف أعضائنا الوسائل التواصل الاجتماعي كل شيء موجود في صفحة الجمعية مرحباً بالجميع وإن شاء الله أتمنى وعيد مبارك وسعيد وسليم لكل جزائري ترجمة نانسي قنقر